بسم الله الرحمن الرحيم طلابي طالباتي يعطيكو ألف عافية جميعاً يا رب وصلنا للمحطة الأخيرة في مادة لغة العربية المشتركة لطلاب جيل 2006 والأجيال السابقة اللي كانوا موجودين معنا كنا نحكي دائماً راح الكثير ما ظل إلا القليل واليوم بحكي لكم راح كل كثير ما ظل إلا جزي من القليل لحتى نكمل مسيرتنا اللي كانت من البداية من التأسيس لحتى نوصل لامتحان مادة اللغة العربية المشتركة ومش والسيك بإذن الله تعالى راح نوصل للميتين من الميتين بإذن الله تعالى طبعاً بتمنى طلابي طالباتي تكونوا طلعت من امتحان مادة تربية الإسلامية وانتوا مبسوطين وان شاء الله يا رب يا طلابي طالباتي ما حدا يكون طلع من امتحان التربية الإسلامية مكسور خاطره يا رب ان شاء الله يا ربي طلابي كلكوا طلعتوا بالعلامات اللي بتتمنوها اللي بتستحقوها أكثر من التعب اللي انتوا تعبتوه. بإذن الله تعالى تكونوا طلعتو، وبإذن الله تعالى رح تكملوا باقي الامتحانات بيسر وسهولة، وعلى ثقة تامة انه امتحانتنا رح تكون لطيفة رح تكون خفيفة. بإذن الله ما رح تكون صعبة. ما رح تكون الامتحانات يعني نوعا ما مثلا والله إنه بدأت تحديات. لا إن شاء الله الامتحانات رح تكون بسيطة ورح تكون بإذن الله تعالى في متناول اليد كثير من الطلاب بسألوني يا أستاذ معين أنا باليوم ونص اللي معي شو بدي أعمل يا أستاذ كيف أنا بدي أدرس المادة من شو أدرس المادة من الكتاب من الدوسية من المكثف من بينك الأسئلة إيش أعمل يا أستاذ معين لحتى أتمكن أنا من المادة ونكمل المسيرة معك لحتى نوصل الميتين من ميتين بإذن الله تعالى اليوم إن شاء الله رح نحكي عن الخطوة الأخيرة نحو الميتين من ميتين بإذن الله تعالى طبعا ما دتنا يا طلابي وطالبات احنا بنعرف في عندي نصوص في عندي قواعد في عندي عروض وفي عندي أيضا التعبير يا طلابي طبعا أول شيء يا طلابي وطالبات راح نبدأ عندي بالنصوص النصوص يا طلابي وطالباتي احنا بنعرف أن النصوص عليها تقريبا 104 علامات 104 علامات يا طلابي على النصوص سواء كان عندي بالفصل أول أو الفصل الثاني الأسئلة رح تكون موضوعية رح يجيب لك يا طلابي وطالباتي 26 دائرة 26 دائرة على النصوص بتتوزع ما بين الفصل الأول وما بين الفصل الثاني ورح يبلش لك بالسؤال الأول بآيات من سورة آل عمران ورح يختم لك إياها بآخر سؤال بقصيدة اللغة العربية في ماضيها وحاضرها وبدأ أنبهك لنقطة كثير مهمة ركز باللي بدأ أحكي لك إياه كل أسئلة النصوص جميع أسئلة النصوص تحل فقط على ورقة الماسح الضوئي انتبه ما تحليش على الدفتر ما تحلي على ورقة الأسئلة جميع أسئلة النصوص تحل فقط على ورقة الماسح الضوئي ليش؟ لأنه أنت بتعرف أنه امتحان اللغة العربية المشتركة رح يكون في عندك جزئيتين تحل عليهم رح يكون في عندي ورقة لها الماسح الضوئي بالإضافة لدفتر امتحانات الوزارة فبننتبه للنقطة هاي إذن النصوص 104 علامات 26 دائرة العروض عليها رح يكون في عندي 16 علامة في عندي أيضا القواعد عليها 50 علامة طلابي وفي عندي أيضا التعبير عليها 30 علامة هذا المجموع إن شاء الله رح تحققه كاملا رح توصل للميتين من الميتين بإذن الله تعالى طبعا نحكي شوي بس عن الأسئلة الأسئلة النصوص طبعا نحن نعرف معاني كلمات جذور لغوية من جو النص مناسبات إلى آخره العروض رح أجيب لي أكثر من سؤال رح أجيب لي السؤال أول قطع الأبيات التالية تقطيعا عروضيا واذكر تفعيلاتها وبحر كل منها ممكن نجيب لي بيتين كل بيت رح يكون عليه تقريبا خمس علامات التقطيع عليه علامتين التفعيلات عليها علامتين اسم البحر عليه علامة أيضا رح أجيب لي سؤال افصل صدر البيت عن عجزه غالبا رح يكون عليه ثلاث علامات أيضا رح أجيب لي سؤال إما سؤال عين القافية أو سؤال عين الروي عليه ثلاث علامات وهيكي المجموعة بيكون عندي 16 علامة. موضوع التعبير يا طلابي 30 علامة. أنا بعتبرهم هذا هو الهدية من الوزارة للطالب. لأنه أنا كمصح الوزارة أقسم بالله. ما في طالب بيكتب موضوع التعبير وما بيأخذ عليه علامة مرتبة. إذا كتب صح، إذا مش صح بالخطوات من الألف إلى الياه، تأخذ عليه 30 علامة. سواء كان مقالة، سواء كان قصة، سواء كان رسالة، سواء كان خاطرة. وما ترد علي. أنا الأستاذ معين إذا قلت لك إذا بتكتب مقالة بتأخذ علامة أكثر من القصة. إذا بتكتب قصة بتأخذ علامة أكثر من الرسالة. إذا بتكتب رسالة بتأخذ علامة أكثر من الخاطر. موضوع التعبير كل موضوع فيه له خصوصيته. بتقدر تدخل على قناتي على يوتيوب. موجود في عندي أكثر من شرح عن موضوع التعبير. إنه كيف تكتب موضوع التعبير. شو العلامات اللي بتأخذها أكثر على موضوع التعبير. أكتب على قناة اليوتيوب للأستاذ معين التعبير بيطلع لك في عندك فيديوهات اثنين أحضرهم وشوف إذا حاب تستفيد أكثر لأنه بصراحة ثلاثين علامة مستهلين أروح أشوف إيش بيجي فيهم سؤال قواعد اللي هو عليه خمسين علامة سؤال قواعد طلابي طالباتي عليه خمسين علامة رح جيب لك سؤال استخرج من النص رح جيب لك سؤال أعرف رح جيب لك سؤال أصاب بالخطأ رح جيب لك سؤال علل رح جيب لك سؤال الصياغة رح جيب لك سؤال ميز الصفة المشبهة من اسم الزمان من اسم مكان وغيرها من الأسئلة عليها خمسين علامة وكل هاي الأمور يا طلابي وطالباتي إحنا بنعرفها طبعا هاي الأسئلة يا طلابي وهاي الجزئيات يا حبايبي العروض التعبير القواعد عروض قواعد التعبير حط ليها حلقة بإذنك هدول فقط 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 على دفتر الامتحان مرة ثانية القواعد العروض التعبير ما بحلها لا على ورقة الامتحان ولا على أي مكان ثاني إحنا ما بنصحح ورقة امتحان إحنا بنصحح دفتر الامتحان تخليكم صحصح وين تعرف وين تحلي الأسئلة هون أو الأسئلة هون الأسئلة النصوص تضع دائرة hora لا يحل فقط على ورقة الماسحة الضوئي أسئلة العروض القواعد التعبير تحل يا طلابي وطالباتي على دفتر الامتحانات الامتحانات اللي رح يتوزع عليكم طيب كيف انا بدمشي بالمادية طلابي وطالباتي بدأ ابلش من يوم الثلاثة يوم الثلاثة روحنا من امتحان مادة التربية الاسلامية جايبين علامات كاملة مزبطين انا كنت حاسب بدأ جيب 200 جيبت 192 منكد انسى الامتحان اللي قدمته انسى ما ظلك تفكر فيه ما ظلك تحسب ابلش بامتحان بكرة عوض العلامة اللي خسرتها بامتحان التربية الاسلامية بامتحان مادة اللغة العربية حيث احنا نتمكن وانا على ثقة وانا على يقين انه انتوا قدها يا طلابي باذن الله رح تكونوا مجبورين الخاطر وانا ما رح اقصر معاكم باذن الله رح نبلش دراستنا تقريبا يوم الثلاثة الساعة ثلاثة طب انا رح اروح من الامتحان عشر احد اثناش رح اكون بالبيت شو بدي اعمل من اثناش للثلاثة حط راسك ونام اكيد انت تعبان اكيد انت كرهبة اول امتحان ظليتك قلقان بالليل ما عرفت تنام الاخر فريح جسمك ونام من الساعة خلينا نحكي من الساعة اثناش لساعة ثلاثة نص قوم غسل وجهك وصح صح وبلش باليدراسة اللي بدحكي لك يا انا كطالب بعد بخرا امتحاني لمادة اللغة العربية بدي اكون انا دارس المادة المفروض اكون دارس المادة مش انه باليوم ونص هدول بدي ادرس المادة انا بدي اراجع المادي ركز باللي بتحكي لك يا تمام عشان انا بدي اراجع المادة. يا طلاب وطالبين. شو مطلوب مني؟ مطلوب مني للنصوص. منين أراجع النصوص؟ بدك تراجع المادة. بدك وقت قصير. بتجيب ملخص مادة اللغة العربية. ملخص مادة اللغة العربية بتوفري في جميع المكتبات. خلصنا من النصوص وكل أموري تمام ومية بالمية طلابي. شو بدي أعمل الآن؟ باجي. بدي أنتبه أنا للنقطة الثانية. بعد ما أخلص كل درس. كيف أنا بدي أراجعه؟ خلصنا الدرس الأول. آيات من سورة آلي عمران. بعدين بروح على درس فن السر وغيرها. طبعا طلابي طالباتي. إحنا بنعرف زي ما حكيت لك هون. إنه في عندي نصوص. في عندي قواعد. في عندي عروض. في عندي تعبير. كيف أنا بدي أراجع المادة؟ كنصوص حكينا أنا بدي أراجعها يا طلابي وطالباتي. من وين؟ من مكثف المادة. كل درس بخلصه بحل عليه أسئلة. طب من وين بدي أحل الأسئلة؟ لازم أكون معك بنك الأسئلة. بنك الأسئلة هاد في أسئلة كثير كبيرة يا طلابي وطالباتي بتفيدها. وعلى نمط الوزارة فيها أسئلة سهلة في أسئلة مستوسطة فيها أسئلة قدرات عليا. فلازم تكون معنا مكثف المادة. لازم تكون معاي بنك الأسئلة ضروري جدا. وبنك الأسئلة راح نستخدمه في بث مادتنا اللي هي مادة اللغة العربية المشتركة. طبعا مرة ثانية بأكد. إنه أنا النصوص يا طلابي بدأ كون المفروض أكون درسها بدي أراجعها. درسنا النصوص. تمام التمام. طيب أستاذ معين أدرس نص وقاعدة ولا أخلص النصوص بعدين أخلص القواعد. أنا نوجد نظري. إحنا بإمتحاننا بعد بقرة. بدرس المصوص كاملة بخلصها. بدرس القواعد كلها بخلصها. تعبير عروض المفروض. إلا إلا العروض يعني بالذات العروض. أنا كطالب دارس المادة. بدي أراجع المادة. أنا بحكي هذا لطالب بدي يراجع المادة. مش اليوم بدي يحفظ التفعيلات. مش اليوم بدي يصير يتأسس بالعروض. مش اليوم بدي يعرف يميز بين الأبحر. لأنه خلص ما ضل إشي. فالعروض المفروض ما يأخذ معك غير ساعة. بس فقط لا غير. ساعة مراجعة للعروض وحتى أقل. بجيب لي خم أبيات من كل قطر الأغنية. بقطعهم. بقطع لي بيتين. بفصل لي صدر البيت عن عجزه. بشوف وين ألقاف وين الرضي. مية بالمية إن شاء الله. ساعة عشرة علامة بتجيب. التعبير خلص. بعد بكرة امتحاني. فيش مجال اني والله انه أنا أعرف عن التعبير عن ايش بحكي. والله أستاذ سمعت بيحكونا بتمجوبونا موضوعا كذا. يعني. ممكن يجيب لك أي موضوع. أي موضوع بخطر ع بالك وما بخطر ع بالك. ممكن يجيب لك عن القبيل الفضي. عن الدوري الهاشمة في رعاية في المسجد الأقصى. أو عن الأحداث في المسجد الأقصى. ممكن يجيب لك عن الديمقراطية. والمشاركة الفاعلة في الانتخابات. ممكن يجيب لك عن النفقة والاختصاد والتوفير. ممكن يجيب لك رسالة تدعو صاحبك أنه يأتي على الأردن عشان نشوف الأماكن السياحية والأثرية. أي شيء من المواضيع حاي. وممكن ما يجيبش ولا شيء من اللي حكيته. ما ترد علي. يعني ما تفكر إنه هاي الموضوع اللي حكيته أنا متوقع. لا يا قلبي. أنا بحكي لك شو ما بخطر ع بالك. شو ما سمعت. ممكن يجي. ممكن إشي أول مرة بخطر ع بالك. موضوع التعبير يعطيه صح. وزي ما حكيت ارجع على الفيديوهات الموجودة على قناتي على اليوتيوب. رح تلاقي إنه كيف أنا بدي أدرس التعبير وكيف أنا بدي أركز على التعبير. قواعدنا يا طلابي. قواعد المادة الفصل الأول. المادة الفصل الثاني. مراجعة. لازم تخذ معي تقريبا. خلينا أحكي لك ثلاث ساعات فقط. ثلاث ساعات أنا في عندي والله مشكلة بدرس البدل. في عندي مشكلة بدرس مثلا إعرابي. بالفعل مضارع المعتل الآخر. في عندي مشكلة بدرس الاسم المقصور والمنقص الممدود. باجع الأستاذ معين. بافتع على المادة تاعته. أو على المكثب تاعته. بعيد الفيديو بشكل سريح. بشوف الملاحظات على الدفتر. بقلب. أنا بديش أقعد أحضر المادة هسا اليوم. ما بدي أقضع أحضر المادة. فأنا بدي يا طلابي طالباتي أراجع المادة. برد أكد من المرة المليون. إحنا اليوم خطتنا إحنا الراجع المادة. مش ندرس المادة. بس عشان أعمل تغذية راجعة. خلصنا القواعد كل أموري تمام. وين بروح الآن؟ بروح على بينك الأسئلة مرة ثانية. بحل الأسئلة في تقريبا عندي خمس وعشرين نص استخرج. مع أسئلة تعلل صوت بالخطأ. شو ما بدك مخطر على بالك. راح تلاقيه موضوع. كيف أنا بدي أقسم موقع. أنا من وجهة نظري. إنه أنا أبلش. أنا أبلش بالقواعد. يعني عندي يوم الثلاثة. من الساعة الثلاثة للساعة الهدعش. راح تكون في عندي دراسة. راح تكون في عندي إيش؟ في عندي دراسة يا طلابي. من الثلاثة للهدعش. تقريبا في عندي ثمان ساعات. ثمان ساعات دراسة. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسع عشر. أهدعش. ثمان ساعات دراسة. هدول الثمان ساعات طبعا أكيد مش راح أقدر أكون أنا مش رجل آلي ولا رجل خارق. إني أدرس ثمان ساعات متواصل. هدول الثمان ساعات ده كنت تقص منهم تقريبا ساعة بريكات. يعني بين كل ساعتين أخذ لي ربع ساعة ثلاث ساعة عشرين دقيقة خمس وعشرين دقيقة. اللي بتشوفه مناسب أهم إشي تأخذ ب بريكات. أنا أول جزئية بقول لك أدرس قواعد عشان نخلص منها ونرميها لأنه في إشي لقدام راح أحكي لك إياه. خص القواعد بردها. خلصنا أمورنا بثلاث ساعات القواعد. راح نبلش دراسة بجزئيات ثانية. خلصنا القواعد بروح وين مباشرة في طلاب طالباتي على النصوص وبامشي بنصوص المادة. قد ما بقدر أنجز بنجز منها. بدرسها مرة ثانية براجعها 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 مش بدرسها براجعها من مكثف المادة اللي لازم يكون معها. في طالب يقول لي طب أنا معي وقت إني أدرس يا أستاذ الدرس من دوسيتك. بقول له عادي ما عندي أي مشكلة. ضروري الراجع المادة ونشيك عليها. ليش بحكي لك المكثف؟ المكثف لأنه محطوط لك في أهم النقاط. بس تخلصه تروح لي وين؟ على بنك الأسل. خلصنا. خلصنا أمورنا على الساعة 11. من الساعة 11 لساعة 5 فجرا بدي أحط راسي وأنام. أريح حالي. بدي أنام لست ساعات. أريح ذهني. أدرس. ونصيحة. من أخوكم اعتبروها. ما تروح على أي امتحان وزارة وانت مش نايف. لأنه راح تطبل رسميا. فهي النقطة ضروري جدا أنام. وأرتاح أمور تكون مية بمية. خلصنا يا طلابي. خلصنا. يلا. روح على يوم الأربعاء. عندي الثلاثاء عندي الأربعاء. الأربعاء صحيحنا الساعة 5. بلشنا دراسي من الساعة 5 لساعة 12. بظلت ساحبها ساحبي وحدة. وأخذ بريك ساعة. بدرس لي ساعتين ساعتين نص. طبعا هون بدي أدرس النصوص. لازم هون بأي طريقة. أكون أنا يعني. قاضي عن نصوص. خلص. فيش مجال. أنه أنا يظل عندي نص. لأنه أنت بتحكي هون في عندي تقريبا. سبع ساعات. راح منهم ثلاث ساعات. لا. القواعد. وأربع ساعات للنصوص. فصف عندي هون أربع ساعات للنصوص. تمامي تمامي يا طلاب. طلعا زائد ناقص ساعة مش بناتنا. هون عندي من الخمسة إلى الاثناش في عندي ست ساعات. ها قد يصار عن المجموع. عشر ساعات يا طلابي. تخيل عشر ساعات. إحنا معنا كم نص؟ معاي عشر نصوص. لو كن نص عطيته ساعة ساعة كمراجعة. كن أمورك إن شاء الله مية بالمية. أستاذ أنا بدي أتمكن أكثر. بدي أتمكن أكثر من نصوص. صبرك شوي علي. في عندي من الساعة اثناش للساعة بدي أخذ استراحة. بدي أريح جسمي. وراي سهر. بدي أنام. أموري مية بالمية. برد أكمل إدراسي من الساعة تنتين لساعة سبعة سبعة ونص. خمس ساعات معي. من الساعة تنتين لسبعة ونص معي خمس ساعات ونص. يعني لو حسبناها خمس ساعات. تخيل لو هدول خمس ساعات كمان رديت أنا وزعتهم على الأمور اللي لسه مش متمكن منها مية بالمية. مثلا قصيدة العربية في ماضيها وحضرها. والله يا أستاذ حاس بدها كمان ساعة. اعطيها ساعة. ما عندي أي مشكلة. بدي أركز فيها أكثر. بدي أجيب ميتين. أنا وعدتك بالميتين. وأنا إن شاء الله رح أكون قدها. فعادي أعطيها كمان ساعة. هذا الوقت وين في أشياء أنا بدي أتمكن منها. لازم أتمكن منها. يكون أموري مية بالمية. خلصنا هيك. خلصنا. بأخذ بريك للساعة سبعة ونص. هنا استراحة. تمام؟ تمام تمام يا طلابي. بعدين. بأجي على الساعة ثمانية. شو في الساعة ثمانية؟ في عندي بث. في عندي بث. ليش؟ لمادة اللغة العربية المشتركة للأستاذ معاني. البث كيف وين ومتى وإزاي؟ رح يكون على صفحة موقع وتد التعليم. قناة اليوتيوب لموقع وتد. وقناة اليوتيوب الخاصة فيه للأستاذ معاني دقامسة. بالإضافة لصفحتي على الفيسبوك للأستاذ معاني دقامسة. رح تلاقي وين ما تفتح رح تلاقي بوجهك الأستاذ معاني. البث رح يكون من الساعة ثمانية. طب أستاذ معاني لأي ساعة لحتى أتعب. لحتى أعطي الهدف اللي أنا بدي إياه. ممكن أظل معك للساعة 11. ممكن للساعة 12. ما رح أتجاوز للساعة 12 بإذن الله. رح أبلش معك من الساعة ثمانية. الله أعلم لمتى. لكن كون واثق تماما ما رح أتركك وانت بحاجة بإذن الله رح الراجع القواعد مع بعض. ورح الراجع العروض. وأحكي لك أهم الملاحظات الخاصة بموضوع التعبير. البث رح يكون عن طريق بين كل أسئلة. رح تحيل مجموعة من النماذج. رح يركز كيف أنا بتعامل مع السؤال هاد. بسؤال الاستخراج. بسؤال صوب الخطأ. رح أعطيك مفاتيح حل بإذن الله تعالى. لحتى تتمكن. تجيب الخمسين علامة بالقواعد. تجيب 16 علامة بالعروض. وتجيب علامة عالية جدا بالتعبير. طب أستاذ معاني. النصوص ما رح تحكي لنا عنها إشي. بصراحة. بضحك عليك. إذا بحكي لك هذا النص. رح حكي لك أنه مهم. وهذا النص مش مهم. ليش? لأنه يا طلاب طالباتي أقسم بذات الله. أي حدا بحكي لك أنه هذا النص مهم أو هذا الدرس مهم. بضحك عليك. حتى لو كنت أنا. كل درس بامتحان الوزار رح يجي. رح يجي عليه. من ثلاث دوائر لدائرتين. دائرتين. ثلاث. يعني أربعة نادر ما يجي. لكن فروع مهنية ممكن يجيهم أربعة دوائر. لأنه الدروس المطالبين فيها أقل. فنصيحة. دروس المادة. وحل الأسئلة كاملة بإما بينك الأسئلة. وعلى ثقة. رح تطلع من الامتحان. تقول لي أستاذ معاني يسعد ديناك. البث كامل. أنا سكرت بسببك القواعد. كنت لما يطلب مني اسم فاعل. واسم مفعول. واسم مقصور. واسم منقوص. واسم ممدود. كنت أتذكر كلامك. شو كنت تحكينا بالبث. وبالحصص. وعلى يقين. رح أسمع هذا الكلام. بإذن الله تعالى. خلصنا بثنا. ساعة اثناش. بحط رأس. شو بعمل. وبنام للساعة خمسة. فجرا. تمام. تمام. بريح جسمي. بنام لخمس ساعات. يوم الخميس. اليوم الموعود. سبعة وعشرين الشهر. في عندي أنا صحيك من النوم الساعة خمسة. بمسك المادة. واركاز. ركز. 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 يا طلاب. بشيك على الأمور. بحلي كم سؤال. ونصيحة. دير بالك. وقول لك. هذا الامتحان تسرب. بضحكوا عليك. والله العظيم بضحكوا عليك. ما ترد على أي امتحان. بقول لك. هذا الامتحان تسرب. ما ترد يا طالبي وطالبتي. وقول لك. هذا الامتحان متوقع مية بالمية وابن خالتي بالوزارة وبن جراننا بالوزارة كلهم بضحكوا عليه ما تشغل بالك بهاي الأمور ما تشغل بالك بالأسئلة بصراحة بعض الأسئلة بتكون معقدة مش هيك امتحان الوزارة امتحان الوزارة بكون امتحاني وراعي الفروق الفردية بين الطلاب ما تخافوا يا طلابي تمام ساعة خمسة شو بدعم اليوم الخميس من الساعة خمسة للساعة ثمانية ونوص للساعة تسعة بدي أعمل مراجعة سريعة وأدرس وبإذن الله أنا راح أحاول يوم الخميسة الصبح الساعة ثمانية أطلع بث ذردشة لأنه راح يكون في عند ضغط على الواتساب أو على صفحتي على الفيسبوك لحتى أرد عن استفساراتك وإذا كان في عندكم استفسارات بإذن الله طلابي أنا كنت معكم بالبداية وراح أظل مستمر معكم لحتى نوصل للنهاية لحتى نحقق الهدف اللي إحنا بدنا إياه ربي وفقكم طلابي وطالبات وبإذن الله تعالى يوم الخميس راح تطلع من الامتحان الساعة 12 مجبورين الخاطر ومبسوطين والميتين والميتين بإذن الله تعالى كلكم جايبين ميتين والميتين بإذن الله تعالى رب وفقكم طلابي وطالباتي ما تنسوا بثنا يوم الأربعاء الساعة ثمانية لل الله أعلم متى البث راح يكون غير محفوظ البث تعنا ما راح ينحفظ بدي تكون مركز معي من أول دقيقة لآخر دقيقة عشان يا طالبي يا طالبتي كون أنت مصحصح معي بالمادة كون أنت فهمان معي شو أنا بدي تخليك معي والساعة 8 تقريبا للساعة 11 للساعة 12 راح نظل مستمرين بحل وبإجابة عن السبساراتكم من البث بإذن الله لحتى نوصل للميتين بثنا راح يكون عن طريق بنك الأسئلة فضروري جدا نكون معك بنك الأسئلة اللي فرجيتكم صورته بالفيديو ربي وفقكم طلابي وطالباتي وهانت للميتين وميتين بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر